الضابط ابتداء من الضابط إلى المنتسب أول مباشرة في دار التحقيق الإتجار بالبشر يتم توعيته وتوجيهه بأنه يفرق ما بين الضحية وما بين المتهم حتى لا يتعامل معه كتعامل مع متهم أولا يعامل برفق عادة المحتجزين أو يتم احتجازهم أو تحفظ عليهم لا نقول احتجاز تعفظ عليهم هم الضحايا يتم إيداعهم بناء على قرار سيد قاضي التحقيق في دار الإيواء والعائد إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفي هذا الدار طبعا توفر لكافة وسائل الخدمية الصحية والسكن والطعام والاتصال وحسب معلوماتي حتى يكون مصرف جيب بضمن هذا المكان حقيقة نحن نواصلهم بين فترة واخرى لحين ما يستلم كل مستحقاته إذا كان عامل وإذا كانت ضحية عراقية طفلة أو قاصر يتم تأهيلهم في هذا في دار الإيواء في هذا المركز لحين ما يصلح أن يكون صالح لأن تعيد التعامل مع المجتمع إن كان يعاني من صدمة نفسية أو أثر الجريمة أو يفقد الثقة في نفسها وكذا هناك باحثين مختصين بهذا الشأن أما بما يخص التدريب مع المتهمين فإحنا دائما مع العاملين بهذا المجال إحنا دائما نعيد ونوجز حتى منتسبين قبل أي واجب شخصيا أحكي لك عن نفسي وعن الكرخ وعن السيد العميد علي مدير القسم أحيانا يحضر بنفس الواجبات ويكون على تواصل مباشر معنا والتأكيد على حقوق الإنسان وحتى المتهم إضافة إلى مراعاة الضحية والاهتمام بها أولا زين موضوع قلة القضاة اللي حاجة عليهم دكتور علي أيضا حاجة على موضوع قلة القضاة وعدم توفر القضاة ممكن يأخر أيضا مسألة البت في بعض هذه القضايا لا خلينا نكون دقيقين ما احترامي سادة القضاة طبعا هم أجلاء وأساتذتنا لكن إحنا بحاجة القضاة عندنا في كل محكمة قاضي لكن حاليا نكون دقيقين حتى نعرف أن نحط الأمور في نصابها إحنا بحاجة إلى قاضي مختص بالإتجار بالبشر ملم بكل تفاصيل جرائم الإتجار بالبشر والأعضاء البشرية قانون 28 سنة 2012 وقانون الإتجار بالأعضاء البشرية رقم داعش سنة 2016 طبعا بالمناسبة حتى بشيء يذكر المادة داعش من قانون 28 سنة 2012 ينص المادة داعش تنص بكل فقرات على توفير الخدمات والإعاز إلى كافة المؤسسات في مؤسسات الدولة الصحية والخدمية منها بتوفير كل ما يحتاجه دار الإيواء والضحية من أنه سهل مهمة إعادته إلى الحياة أما بخص القضاة فحنا بحاجة إلى قاضي واحد مختص مريد أكثر يعني القضاة ممكن قاوية عندك أرقام على آخر جرائم للتجار أعداد الناس الخلايا الكشفتوا أعداد الناس اللي ساعت لهم طبعا الضحايا أي يعني إذا عندك أرقام تقدر تنطينها طبعا عندنا نكر إحنا الإحصائيات بالتفصيل طبعا بالمناسبة 2020 تذكر أنت كانت منع تجوال ووضاء كورونا وكانت تحقيد بالحركة وبالإجراءات ما كانت أكو عندنا ديش الحركة لكن 2021 الحمد لله قدرنا نحرر أجنبيات يعني تقريبا لهذا العام عندنا ما يقارب لـ 30 إلى 35 أفريقية ونيبالية وإضافة إلى يعني حالة إلى المحاكم بما يخص الإتجار بالأعضاء البشرية غير البشر ويعني الإحصائيات بالمضبوط لا تحضرني بالوقت الحاضر تعرف أنت كل شهر وإعدادها وبالقضايا وبالمناسبة إذا لا تحسن ما نقدر نبث بها يعني